طرق الحفظ ذكروا العلماء إنها ثلاثة الطريقة الأولى النظر إلى المصحف وكثرة التكرار الوسيلة الثانية كثرة السماع السماع من وسائل الحفظ والطريقة الثالثة الكتابة الكتابة ألا يتصعبها؟ أكتبها في الكتابة مرة واحدة تعادل التكرار 15 مرة كأنك كررت 15 مرة لأن تكتب الآية مرة واحدة كثرة التكرار أو الكتابة وهذا منتشر سبحان الله وقديما كانوا يعتنون بهذا الأمر كثيرا فننصح اللي عنده ضعف في الحفظ والذاكرة أن يكتب الآيات وإذا شكلها يكون أفضل وأحسن أثناء الحفظ لابد الطالب أن يتقيد بطبعة واحدة يعني ما ينفع واحد يحفظ مرة في طبعة قديمة ومرة طبعة جديدة فمواضع الآيات مختلفة الطالب والقارئ أثناء الحفظ الآيات تنطبع سبحان الله في ذهنه حتى مواضع الآيات مواضع نهايات الآيات أو غيرها كلها سبحان الله زي آلة تصوير يصور الطالب هذه الآيات فلا بد أن تتقيد بطبعة واحدة هذا من أهم المهمات مواضع الآيات